حاسم اللامتي محمد عزيز مقديدة علي بالرمضان محمد عيد كرشود هذه التشكيلة الأساسية في المقابل نقاو على بنك الاحتيات كل من نعيم بن عمر ناظم بودينار في حراسة المرمى كحارس مرمى ثاني معه أسامة زرق العيونة علي الأسبوعي ميد لبعيلي ريانة ريعة أمين ويلي حسام المخينيني محمد أمين الغابي اللي عب السابق للجيب كأوهيد بن عبيد والمدرب هو خالد بن سيسي تقم تحكيم المباراة يخوضوا حكم السحة أيبنا لنصري يكان زفر آخر مباراة للشبيبة في مرعب حمد العواني ضد النجم اللارات في وكيد انفكروا مليح حدثت سقوط العرضة في تلك المباراة يراب كل يوم كل من شيهب العياري مساعد أول ويثم المهارس بمساعدة ثاني وغيث الرزقي كحكم احتياتي يرقب المباراة عبد الجيل بالحاجة علي المناسطة العام مصفى الحمزوي مناسقين أعلميين نوردين السياري ومحمد مكرم الشفار أولى المحاولات للهلال الرياضي بيمساك لكن الموجود يفعل الشبيبة الرياضية القيرانية في الحقيقة اليوم نتقل بيدا لبكوش عجياليسار بيهجمة للشبيبة كورة عن طريق فيد برحسين يغير العالمين ينطلق حمد هلال حمد هلال ينتظر المعاذة الزلم يستحفظ عن الكورة في حوار طريق يخسر الكورة تعود الاجمة المرتدة فيهجمة المرتدة محاولة المورود سريع جدا اللعب حاسم اللامتي يحاول باشي مر ممتاز التمرير التزديد الاعتراض الدفاعي من اللعب الكسراوي يوسف على الجهة لسارة فيد يقطع الكورة محمد الفلح يخرج الكورة للا تمام مباراة في بدايتها تلوح مشوق بين الهلال الرياضي بيمساك وضيف الشبيبة الرياضية القيروانية في أولى دقائقها تقريبا ثلاثة دقائق منذ بداية المباراة نرحب بكل ما التحق بنا بالاستماع ولا متابعة على موجات اللي حيث تهم وإلا على الصفحة الرسلية على الفيسبوك أربع دقائق سفر مقابل السفر هناك المرعب اللي بلدي بيمساك بين الشبيبة الرياضية القيروانية اللي تنزل ضيف اليوم على الهلال قلص وضعية تقريبا ما تختلفش برشة بين الزوز في ركحة على مستوى النتائج ووضعية تل ترتيب الجياز كاف رسيدها خمسة نقاط من زوز تعادلات وانتسار في المقابل صحب الأرض والجمهور يليل في رسيده أربع نقاط من انتسار وتعادل وهزيمة مخالفة يتحصل عليها اللاعب سيدي بن حسين المهاجمة اللي صريح في تشكيلة اللا مدرب لحبيب بن رمضان يخلي اللا كورة قعد نشات في زياد اللا بكوش بدوره يبعد على مكان اللا مخالفة ويخلي حمد أهلال الظاهير اللا أيمن اللي كان عمل أسيس في مباراة قربة بهدف انتهى على رأسية وجه اللا ماجري ننتظرها لتنفير للشبيبة كيف سيكون اللا توسيع على بقية القادمون من اللا خالف حمد أهلال التوسيع ومباشرة ارتباك الحارس في مرة أولى وفي مرة ثانية في ليل عزيز يرسكب الخطأ على مستوى الستة أمتار تقريبا يخطأ في مساك الكورة لكن من حصن حظه وانه زميله كان أبعد الكورة وكان قريب من الحارس أولى المحاولات بالحقيقة للشبيبة رياضية القيروانية من خلال الكورة تلا سابقة في لحلاجيات كان نجح بالمباراة تلا سابقة واللي تسبب في سيئة أهداف في مباراة الفارتة اللي كانت انتصر السائل للشبيبة رياضية القيروانية على سبورتينك بن عروس بثلاثية نظيفة في ملعب حمد العواني واللي حملت أول تنائية للعب الشاب محمد مينالقلعي اللي ثبت نفسه كأساسي في التشكيلة في الجولة الموالية نحكي على مباراة اليوم أكيد زد الإله رياضي بيمساكن كورة إيراد شحة اللي ذويبي بالرأس في مرة أولى وفي مرة ثانية الحكم يرجع للتسلل في رأية المساعد الأول شهيب الله عياري يقول تسلل لصالح الشبيبة رياضية القيروانية مباراة انطلقت بسرعة جس نبس بالحقيقة على مستوى المحاولات شفنا محاولة أولى للهلال وكان التصدي من الاعتراض الدفاعي اللي يوسف الله كسراوي لتزديدت علىه من رمضان وتجي الإجابة بمخالفة نفذ حمد هلال وارتبك بها الحارس بلال عزيز لكن زميله المدافع لمجد الرجيبي أو الرجيلي صحة لخطور هذه مخالفة الزفرة لحكم أيمن النصري حكم السحة أكيد من الحكام الشبان السعدين في الفترة الأخيرة الحكم أيمن النصري يدير تقريبا منذ الموسم لفارتة مقابلات الرابط المحترف الثانية لكرة القدم ننتظر لتنفيذ المخالفة بعيدة على مرمى الحارس محمد من الحز مع صعود القادمون من الخلف نحكي على حسين الربيع كيف السيمان لجسمي من أجل اقتناص لكرة الأرضية ننتظر لتنفيذ الحكم يؤمر باحترام المسافة القانونية كرة وقد تأتي بالخطورة وقد تنب بها الاهتزاف للشباك ننتظر للتنفيذ الـ 21 التوزيع في القامة الثانية المتابعة بعيدة كرة المدفع عبدالله الشتوي قلت يعني الصعود مع الكرة التي قد يأتي بالجديد لكن رأسية الشتوي كانت بعيدة على مرمى الحارس محمد أمين الحزبي سبعة دقائق متابعين أكيد مستوى المباراة بدأت دون فترة جس نبض شوفنا فرصة فرصة تقريبا في الخمسة دقائق الأولى لكن ما كانتش خطورة كبيرة للأمانة لعلى مرمى الحارس محمد أمين الحزبي من جنب الجياد ولي من جنب المرمى بيلال عزيز من جنب بيلال التاك كرة في الميدان النفاتي يلعب مع حمد أمين يوزع يطول الكرة سبايد بنحسين يضرب الرأس لكن كرته تتجاوز الخطة النهائي في الأخير يرجع الحكم للمخالفة الحكم عطال أسبقية ثم رجع للمخالفة باعتبار كان ارتقاء وحوار تولي بين جوز اللاعبين وكرة رأسية تحصل على إثرها سبايد بنحسين على المخالفة مرة أخرى الكرة تلسيف دو المخالفات بحيح بعيدة بعض الرياح وناف الشوط الأول نعيش بالقوة اللي أسماء لكن مع الشبيبة رياضية القيروانية خليني نقول الأمانة الرياح على الجهة اليسرى خاصة مع الكرة التي تتبت والمخالفات أكيد قد استعد الشبيبة في مثل هذه الوضعيات المخالفة حمد ليلة خصا الكرة التي تتبت توسيع عزويبي بالرأس عزويبي رأسيته تمشي بعيدة على مرمى الحارس بليلة عزيز رغم أنه بالحقيقة ما كانش فيه مراقبة يعني كان محل المتابعة بالرأسية متاعه مرت بعيدة محاولة أخرى يعني تقريبا إلى حد الآن كل المحاولات من خلال الكرة التي تتبت ما شفناش كالهجمات التي تبدأ من الوسط الميدان وتكون هجمة مركزة وتنتهي على المواجمين أكيد كل فريق يحاول بشي تتغل كل عوامل وكل الأسلحة في هذا الشوط الأول اللي أدركنا إلى حد الآن عشرة دقائق منذ بدايته دائما التعادل السلبي سفر مقابل لسفر بين الهيلال الرياضي بيمسيكن وضيفه الشبيبة الرياضية القيروانية تعود لكورة وجل ماجري وجل ماجري يخسر الحوار التويني تعود من جيد المخالف الحكام يقول يعني بيقريب من كل العمليات أي من اللي نصري حكم اللي سحة كورة يخسرها اللعب الشبيبة الرياضية القيروانية محمد دمين اللي قلعي تعود للاهيلال واحد ثنين محاولة لمرور من محمد صعيد كرشود اللي مطالبة بضرب الجزباء لكن الحكم يقول ما فماش تتواصل اللي عملية تعود اللي كورة سيد برحسين يضغط يربح التماس لصرح الشبيبة الرياضية الخيرة ولي قلت مباراة مفتوحة علي جميع التكاهنات خليني نقل لكم في هذا الشوط الأول إلى حد الآن دي من التعادل السلبي مع الجماهير محترمت لعدد وناس الملعب البلدي بمساكن التبع في المباراة ينفذ الكسروي الكورة في اتجاه فيد برحسين فيد برحسين وسط العملية يربح المخالف يربح المخالف الحكام ميمن النصري يستعين بالسافرة للأعلان على المخالف رغم أنه بالحقيقة قرار ما أرضاش برش لعبي الهيليل في العملية الأخيرة ننتظر أكيد مرة أخرى الكورة الثابتة قد تأتي بالجديد ذكر إلى حد لنا حجيش نتقيق لعب في هذا الشوط الأول دائما تعادل السلبي سفر مقابل سفر مع الكورة ثابتة ومخالفة من أقدام خصائي الأول في الكورة الثابتة حمد أهليل مع صعود الزويبي والقلعي أهليل التوسيل على حارس الحارس بلال عزيزي بعض الخطورة لكن ما زلت للا الشبيبة عسامة خلال يش يعمل يوزع في القائمة الثانية الإبعاد بالرأس في مرة أولى وفي مرة ثانية افتراب الحكم يقول تسل تسلل براية من المسعد الثاني ويستعمل مهزبي